موسيقى فأيس الجمهورية يستقبل بالقصر الرئاسي بعدة من الأمم المتحدة برئاسة الممثل الخاصة المساعدة للمين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل وزير التشغيل والتكمين المهني يشرف بالملعب الأولمبي في الواقشوط على افتتاح أعمال المتدى الوطني لتعزيز ريادة الأعمال النسائية موسيقى انطلاق أعمال برنامج الدعم الانتخابي خيار الشعب بمشاركة ومثل الهيئات الوطنية والدولية المعنية بالسير العملية الانتخابية موسيقى أين باء كنتم مشاهدنا الكرام تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضعفنا ولكم الأجر مسائية الموريتانية لهذه الليلة معكم فيها باتة متريا دالي ومحمد أول بديدي أهلا بك باتة أهلا محمد نرحب مشاهدنا الكرام بمريم متشيخ التي ستقدم لكم مجزة لأهم الأنباء شكرا لكم محمد وبتة وأهلا بعيشة علي التي سترافقني في هذه النشاط المجزة بلغة الإشارة استقبل رئيس الجمهورية سيد محمد والشيخ الغزواني ظهر اليوم بالقصر الرئاسي بعثة من الأمم المتحدة برئاسة الممثلة الخاصة المساعدة للأمين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل السيدة جيفاني بها جرى اللقاء بحضور مدير ديوان رئيس الجمهورية سيد اسماعيل والشيخ أحمد والسيد هارونا تراوري مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة في موريتانيا السيدة لاليا باتير يايا أشرف وزير التشغيل والتكوين المهنية سيد نيونج مامادو اليوم بالملعب الأولمبي في نواكشوت على افتتاح أعمال المتدى الوطني لتعزيز ريادة الأعمال النسائية وسيناقش والمشاركون في هذا الملتقى أهم الحلول والمقترحات والتحديات التي تواجه رائدات العمال في موريتانيا والممويلين في هذا المجال وفي كلمة له بالمناسبة ذكر الوزير بمستوى الاهتمام الذي توليه السلطات العليا في البلد لهذا المنتدى ومن خلاله لتنمية المقاولات بشكل عام والنسائية منها بصفة خاصة مؤكدا حرص القطاع على دعم النساء الرائدات العمال من أجل تسجيل مساهماتهن في التنمية الوطنية وخلق فرص عمل دائمة انطلقت صباح اليوم بن وكشوت عمل برنامج دعم المسرسل الانتخابي الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد من المؤسسات العاملة في المجال الانتخابي وقد حضر هذه التظاهرة عدد من الشخصية الوطنية ومثل بعض هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعنية بالمسرسل الانتخابي رئيس لجنة الوطنية المستقلة للانتخابة السيد الداهل عبدالجليل بيّن في كلمة له أن خيار الشعب هو محور عمل اللجنة الذي تسعى إلى تجسيده عبر توفير كافة ضمانات شفافية بين مختلف أطراف العملية الانتخابية المزمع إجراؤها في البلاد خلال الأشهر المقبلة مبينا في ذات سياق حاجة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى دعم وخبرات كافة شركاء بلادنا في التنمية من أجل تعزيز قدرتها على تنظيم وتسيير الاستحقاقات الانتخابية في بلادنا أشرف ولنواكشوط الجنوبية سيد نيانجا جبريل الحمادي اليوم بمقاطعة الرياضة على توزيع مجاني لعشرة أطنان من السمك لصالح الأسر الأكثر احتياجا في الولاية وتدخل هذه المساعدة المقدمة من طرف الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك في إطار العملية الرمضانية التي دأبت عليها الحكومة كل سنة وأكد مدير والانتاج بشركة الوطنية لتوزيع الأسماك السيد دي محمد أن الكمية الموزعة خلال العام الجاري تبلغ 220 طنا تشمل جميع ولايات الوطن مشيرا إلى أن ولاية الموكشوط الجنوبية حصلت على ولاية الموكشوط الجنوبية حصلت منها على عشرة أطنان حيث استفادت كل من مقاطعات عرفات والميناء من ثلاثة أطنان في حين حصلت الرياض على أربعة أطنان احتضن الجامع الكبير بن وكشوط اليوم المحاضرة السادسة ضمن دروس الإحياء الرمضاني روضة الصياب تناولت إلى جانبها الفقهي منهج المالكية في الاستدلال بالسنة ألقاها فضيلة الشيخ محمد المختار اللمبالة وتطرق خلالها إلى المنهج الذي اتبعه الإمام مالك وما قام به من إحياء للسنة النبوية الشريفة مع التريث والأخذ بالأحاديث الصحيحة وأضاف فضيلة الشيخ العصر اليوم أصبح فيه جماعات تنتقد المذاهب خاصة في مجال الاستدلال بالسنة وهو ما يستدعي البحث والتطلع ليفهم الكل أنه لو لا وجود اختلاف العلماء لما وجدت المذاهب الأربعة الناتجة عن الاختلاف الأدلة وليس مخالفة للسنة كما تناولت المحاضرة في جانبها الصحي الصحة العامة في الصوم وقد قدمه الطبيب عبد الرحمن والحمد نهاية نشرة الموجزة أشكر زميلتي في لغة الإشارة عايشة عالي وعودة لزمل محمد وبتا لمتابعة بقية فقرات المسائل شكرا لك مريم مشاهدنا الكرام تفاصيل مسائيتنا لهذه الليلة بعد فاصل قصير بحول الله أينما كنتم مشاهدنا الكرام أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ العزواني ظهر اليوم بالقصر الرئاسي بعثة من الأمم المتحدة برئاسة الممثلة الخاصة المساعدة للمين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنظمة ساحل السيدة جوفاني بها جرى لقاء بحضور مدير ديوان رئيس الجمهورية السيد اسماعيل ولي الشيخ أحمد والسيد هارونا تراوري مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية والممثلة المقيمة لبرامج الأمم المتحدة في موريتانيا سيدة لاليا باترير يايا وأوضحت الممثلة الخاصة المساعدة للمين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل سيدة جوفاني بها أوضحت أن اللقاء كان فرصة لتبادل الآراء مع فخامة رئيس الجمهورية حول الوضعية في شبه المنطقة وفي مجموعة الدول الخمس بالساحل بسبة خاصة وأضافت أن الهدف الأساسي من زيارتها لموريتانيا هو نقاش الأولويات المتعلقة بهذه المنطقة والاستماع إلى رؤية فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني حول واقع ومستقبل مجموعة الدول الخمس بالساحل وأشارت إلى أنها هنأت رئيس الجمهورية خلال اللقاء بمناسبة توليه رئاسة مجموعة الدول الخمس بالساحل وأعلى الالتزام الدائم لموريتانيا تجاه كل الدول المكونة لهذه المجموعة وقالت إنها جددت لرئيس الجمهورية دعم الأمم المتحدة المتواصل للحكومة الموريتانية والوقوف إلى جانبها والتزامها كذلك بمواكبة رئاسة موريتانيا لهذه المجموعة خاصة في هذه الضرفية الصعبة والحساسة ولتكون هذه الرئاسة فرصة لتحقيق نتائج إيجابية لصالح كل بلدان شبه المنطقة وأوضحت المسؤولة الأممية أن اللقاء شكل فرصة كذلك لتهنئة الحكومة الموريتانية على التقدم الذي حصل في مجال التحضير للانتخابات البلدية والجهوية والنيابية الذي كان موضع مشاورات واسعة وحوار سياسي مع كل الأطراف مما يوصل في النهاية إلى انتخابات تشاركية وشفافة وهادئة أشرف وزير التشغيل والتكوين المهني اليوم بالملعب الأولمبي في نوكشوت على افتتاح أعمال المنتدى الوطني لتعزيز ريادة الأعمال النسائية وسيناقش المشاركون في هذا الملتقى أهم الحلول والمقترحات والتحديات التي تواجه رائدات الأعمال في موريتانيا والممولين في هذا المجال المنتدى الوطني لتعزيز ريادة الأعمال النسائية تظاهرة تنظمها وزارة التشغيل والتكوين المهني من خلال برنامج مشروعي مستقبلي ويشكل هذا المنتدى الذي يدومه ثلاثة أيام غرصة للنساء للإلتقاء والتعلم والتكوين وتعزيز ريادة الأعمال النسائية خلال المؤتمرات رفيعة المستوى والمعارض ذات الصلة بالمشروعات النسائية انطلاق فعليات المنتدى كان مناسبة لوزير التشغيل والتكوين المهني نيانغ مامادو بيّن خلالها لاهتمام الذي توليه الحكومة لتنمية المقاولات وخاصة النسائية منها إن السلطات العليا في البلد تولي اهتماما كبيرا لهذا المنتدى ومن خلاله لتنمية المقاولات بشكل عام والنسائية منها بصفة خاصة فقطاع التشغيل يحرص على دعم النساء رائدات الأعمال من أجل تسجيل مساهمتهن في التنمية الوطنية وخلق فرص عمل دائمة لقد وضع رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ القزواني التشغيل وتوفير فرص العمل في أولويات برنامجه تعخذاته وهو معتمد من لدن القطاع عبر اعتماد استراتيجية وطنية للتشغيل تم بموجبها تنفيذ العديد من المشاريع الهادفة مثل برنامج مشروع مستقبلي الذي رصدت له الحكومة أزيد من أربعة ملايين أوقية جديدة والذي مكن حتى الآن من خلق ستة آلاف وخمسمائة فرصة عمل مباشرة ومن جانبها بيّنت عميدة ورائدات الأعمال الملتانيات جهود هيئتها في مجال دمج النساء وتأطيرهن ليصبحن رائدة أعمال لهن إسهام معتبر في جهود التنمية عمل الاتحاد الموريتاني للنساء المقاولات سنة 93 دفاعا عن المرأة ودمجها وتأطيرها لتصبح رائدة أعمال ناجحة إذ إنشأ لها سوقا خاصا بالمرأة سوق شنقيط المعروف محليا بسوق النساء كما بدل جهودا كبيرة في تطويرها من خلال تأطيرها وتكوينها في مجالات عدة مثل المعلوماتية وفتح المشاريع الصقيرة ذات الدخل المتوسط لها كما أنشأ لها صندوق للقرض والإدخاء ليوفر لها الموارد التي قد تساعدها في فتح مشاريع لها وبدوره أشهد السفير الفرنسي المعتمد لدى بلادنا سعاد السيد أليكساندر غارسيا بأهمية هذا المنتدى المتعلق بالشراكة بين النساء والشباب من أجل تنمية اقتصادية شاملة للبلاد مشيرا إلى أنه سيساهم في توفير ودعم النساء المقاولات وإنشاء فرص للأعمال والتبادل بين المشاركين مؤكدا دعم فرنسا من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية لهذا التوجه منذ سنة 2020 بوصفها موولا رئيسيا للتشغيل والتكوين المهني في موريتاني انطلقت صباح اليوم بن وقشوط أعمال برنامج دعم المسلسل الانتخابي الممول من قبل الوكالة الأمريكية لتنمية الدولية وعدد من المؤسسات العاملة في المجال الانتخابي وقد حضر هذه التظاهرة عدد من الشخصيات الوطنية ومثل بعض هيئات المجتمع المدني والأحساب السياسية المعنية بالمسلسل الانتخابي بمشاركة ممثلي الهيئات الوطنية والدولية المعنية بسير العملية الانتخابية انطلقت أشغال برنامج الدعم الانتخابي كوفوسكاندا أو خيار الشعب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات السيد الدهو العبد الجليل بيّن في كلمته أن خيار الشعب هو محور عمل اللجنة الذي تسعى إلى تسييده عبر توفير كافة ضمانات الشفافية بين مختلف أطراف العملية الانتخابية مبينا في ذات السياق حاجة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى دعم وخبرات كافة شركاء بلادنا في التنمية من أجل تعزيز قدرتها على تنظيم وتسيير الاستحقاقات الانتخابية في بلادنا بدورها أوضحت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة ببلادنا سيدة كريستينيا كريثة أن هذا المشروع يأتي ضمن دعم الحكومة الأمريكية لجهود بلادنا الرامية إلى تعزيز المسار السياسي والديمقراطي عبر مشاركة كافة الأطراف المعنية بالمسلسل الانتخابي ممثل برنامج كوفو اسكندا أو خيار الشعب السيد عبد بيترا وفي كلمته بهذه المناسبة شكر مختلف الشركاء المانحين وعلى رأسهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمعهد الجمهوري العالمي والمؤسسة العالمية للنظم الانتخابية على ما قدموه من مساعدة لدعم هذا البرنامج الذي جاء في ظرف تمر فيه موريتانيا باستحقاقات انتخابية تشريعية وشهوية ومحلية هي الأولى من نوعها منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني سدة الحكم في البلاد وهو ما يحتم مشاركة أوسع لكافة الموريتانيين والموريتانيات لضمان مصداقية النتائج الانتخابية وشرعية السلطات المنبتقة عنها المشاركون في هذه التظاهرة سيدخلون في نقاش مفتوح حول النقاط التي يشملها هذا البرنامج لكي تتم إزالة العراقيل والإشكالات التي تحول دون تطبيقه بصورة واضحة ومنتظمة أشرف أولي وكشوت الجنوبي ياريون بمقاطعة رياض على توزيع مجال لعشرة أطنان من السمك للصالح الأسر الأكثر احتياجا في الولاية وتدخل هذه المساعدة المقدمة من طرف الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك في إطار العملية الرمضانية التي دابت عليها الحكومة كل عام مساعدة للفئات الضعيفة من المجتمع على صيام رمضان المبارك وزعت الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك مئات الأطنان من الأسماك عالية الجودة تحت أنظار والي ولاية وكشوت الجنوبية وسلطات الأمنية بالولاية استفادت منها آلاف الأسر المتعفذة في إطار الجهود التي تبدلها الدولة بتعليمات مفخامة رئيس جمهورية محمد الشيخ القزواني كل سنة في مؤازرة الأسر الفقيرة في شهر رمضان الكريم فإن وزارة الصيد والاقتصاد البحري ممثلة في الشركة الوطنية التي توزيع الأسماك قصصت هذه السنة كمية 220 طن أي بزيادة 20 طن بالنسبة للسنة الماضية تستفيد ولاية وشوت الجنوبية من كمية عشر أطنان أربعة في الرياض وثلاثة في عرفات وثلاثة في الميناء بالتزامن مع التوزيعات اليومية على 426 نقطة منتشرة في التراب الوطني بأسعار رمزية هذه العملية دأبت على تنظيمها شركة الوطنية للتوزيع الأسماك سنويا بهدف الرفع من المستوى المعيشي للسكان ولأجل تعزيز الوجبات الرمضانية بما ينفع الناس هذا اللاعمل من ياسر فات وعدل وياسر مزارجان الشكر موصول لفقامة رئيس الجمهورية والسلطات كاملة باسم المواطنين الرياض على هذه اللفتة الكريمة وراجعين إن شاء الله أن يتلبوها وحدات وحدات ومتمني لكم إن شاء الله رمضان مبارك حمدي مولان على إتاحة هذه الفرصة بتقسيمة هذه الاسماكة اللي فاصلة فيها الساكنة أنا هون استفدت بوصفة منسقة الكيلومتر سبعة اللي فيها 18 حي وهذه الاستفادة اللي واصلت إن شاء الله ستشمل هذه التوزيعات كل مقاطعات ولايات واكشوط بغية حصول الفئات الهشة على قوتها اليومية في الشهر الكريم وقد رزعت الشركة الوطنية للتوزيع الأسماك مئات الأطنان من الأسماك عالية الجودة لتحقيق أكبر استفادة من ذروتنا السمكية أطنق الهلال الأحمر الموريتاني صباح اليوم بمقاطعة تيارة عملية توزيع سلات غذائية لصالح بعض الأسر المتعففة بمناسبة شهر رمضان المبارك تتي هذه التوزيعات في طار نشطة داب الهلال الأحمر على تنفيذها بالتعاون مع بعض الشركة في إطار جهوده الهاتفة إلى دعم الصائمين والتخفيف عنهم خلال هذا الشهر الفضيل يطرق الهلال الأحمر الموريتاني بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع سلة إفطار الصائم بمختلف ولايات واكشوت باسم الهلال الأحمر الموريتاني وباسم رئيسه أرحب بكم إذن في هذا الحفل الذي يعتبر لبنى جديد في البناء الإنساني لمركز جلالة الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دورته الثالثة في موريتانيا أرجو أن يكون هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا وأن تهيز هذه الفرصة الطيبة لأشكر السلطات العمومية على التعاون والمواكبة في هذه النشاطات الإنسانية كما أقدم باسم رئيس الهلال الأحمر الموريتاني وطاقمه وأعضائه كل الشكر والتقدير إلى مركز الملك سلمان على هذه الخدمات الطيبة تستهدف هذه العملية توزيع 2686 سلة غذائية في مقاطعات ولايات واكشوت من ضمنها 300 سلة موجهة لمقاطعة تيارت في ولاية واكشوت الشمالية يشرفني باسم الساكنة ساكنة بلدي تيارت أن أرحب بكم وأنتم تشرفون على انطلاق هذا العمل الخيري المهم في هذا الشهر المبارك وفي هذا الإطار أجدد شكري وأؤكد على أهمية هذه السلات التي تقص بالأسر المتعففة والمحتاجة وبالخصوص في هذا الشهر وخاصة أننا لثلاث سنوات متتالية وفي نفس المقت تقدم هذه السلات وهي تتم بكل شفافية وتصل إلى المعنيين ممثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السيد ناصر الدرحي قال في كلمة له بهذه المناسبة إن العملية تدخل في إطار استراتيجية المركز الرامية إلى إغاثة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجاً خاصة في مدر هذه المواسم الدينية تتكون السلة الغذائية الموزعة ضمن هذه العملية من الأرز والدقيق والزيت والسكر والعدس والمعجنات ويبلغ وزن السلة الواحدة خمسين كيلو غراماً احتضل الجامع الكبير بنو أكشوط اليوم المحاضرة السادسة ضمن دروس الإحياء الرمضاني روضة الصيام تناولت في جانبها الفقهي منهجة المالكية في الاستدلال بالسنة ألقاها فضيلة الشيخ محمد المختار والنبالة فيما تناولت المحاضرة في جانبها الصحي صحة العامة في الصومة وقد قدم هذه المحاضرة طبيب عبد الرحمن والحمود تناولت المحاضرة اليومية السادسة لمنظمة ضمن الإحياء الرمضاني موضوع منهج المالكية بالاستدلال بالسنة فضيلة الشيخ محمد المختار والنبالة تطرق في حديثه إلى المنهج الذي سلكه الإمام مالك بن أنس وما قام به من إحياء للسنة مع التريز والأخذ بالأحاديث الصحيحة مرجو مالك في الاستدلال بالسنة نريد أن الفتاة لانتباهها قبل شرع فيه إلى منهجه في الاجتهاد عموما وتقرير الأحكام فمرجو مالك في الاجتهاد ينحو إلى التكامل في عملية الاستنباط فاستنباط الأحكام الفقهية عنده لا بد فيه من النظر إلى جميع أدلة الشريعة فإذا أراد أن ينظر في المسألة أو أن يشتهد فيها فلا بد أن ينظر في جميع ما يرتبط بها من الأدلة المنقولة والأدلة المعقولة فينظر إلى سائر السنن الموجودة وينظر إلى الأصول إلى أصول الشريعة وقواعدها العامة بحيث لا يتم الاستنباط بمعزل عن تلك الأصول والقواعد العامة لأن لا يقع التنافر في الأحكام المستنبطة بين أصول الشريعة وقواعدها إذن فمعناه أنه لا يستنبط من خلال نص معين وحده وإنما يجتهد في النص مقارنة بالقواعد العامة للشريعة وأصولها القطعية وفي الجانب الصحي من هذه المحاضرة ركز الدكتور عبد الرحمن الحمود على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة للصائمين مقدماً للنصائح اللازمة في هذا المنحة إن الصائمة معرضوا للإصابة بمجموعة من الأمراض خلال فترة الصوم وعليه المحافظة على صحته والوقاية من الأمراض خلال هذه الفترة ليكمل صومه بصحة جيدة وفي ظروف جيدة بما يتعلق بصحته أنا عنه يا الله يبتعد عن شيء كامل لا يعرض صحته الخطر يسوى كان استعمال مواد غذائية ويسوى كان الصهار في الليل بعض الناس تعرفوا عنها عندهم مجموعة من تقاليد ومن الروايات اللي كانت في المجتمع على أننا الصهراء الناس تبقى صهرانة في الليل خلال فترة رمضان وهذا يرهق الجسم والجسم يتعرض للإرهاق اللي يتهاجم الجراثيم اللي يتعود منعته ضعيفة وبهذه الحالة يصاب بالمرض هذه المحاضرات الفقهية وطبية تدخل في إطار اللحاء الرمضاني الذي دابت عليه وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم العصلي إسهما منها ذنارة الرأي العام بضرورة التحليب النصائح المتعلقة منها بالصائمين يعقوب اللصوفي الموريتانية الدى والي تريرزا ظهر اليوم زيارة لشبكة صرف الصحيب روسو والتي تجري الأشغال فيها تزامنا مع الأشغال الجارية في شبكة طرقية واستعداد لموسم الأمطار وخلال محطات زيارة تلقى الولي شروحا مفصل عن الأعمال ومراحلها والفترة المحددة لها من أبرز التحديات التي يواجهها مشروع الطرق الحضرية في مدينة روسو الذي انطلق مؤخرا هو قنوات الصرف الصحي التي تقع بمحاذاة هذه شبكة طرقية وتتحكم بشكل كبير في سير الأعمال فيها وحرصا على تحرير الأشغال من إكرهات معظومة الصرف الصحي في المدينة انطلق مؤخرا مشروع تفريض المجاري المائية حتى يتسنى للأشغال أن تنطلق بشكل طبيعي هذا المشروع الذي يباشره المكتب الوطني للصرف الصحي كان محل زيارة طلاع وتفقد لوالد تريرزا سيد محمد الأحمد مولود للوقوف على سير العمل وتقييم مستوى تقدم الأشغال في متلازمة مشروع الطرق الحضرية وقنوات الصرف الصحي في طار متابعة الجهود القائمة بها الدولة من أجل تحسين الوجه المدينة روسو من قد الطرق ومن قد الصرف الصحي زرنا اليوم أشغال اللي قائمة بها المكتب الوطني للصرف الصحي من أجل تنقية المصارف المياه القديمة هنا في مدينة روسو تنظيفها وغلقها إن شاء الله بعد التنظيف وفي نفس الوقت المولي فتح المجال لطريق سريكة MTC اللي مكلفتها الدولة عن طريق وزارة التجهيز بنا تعدل من كل مطالب من الطريق مبلط لمستوى روسو فيه فتاحات يسترم عهلمة على الطريق العامة لا بدت تنقفل عن الشركة يأكد تتعدى شغالها في الوقت المناسب هذا هو العمل اللي قائمة بها لونس يمكن هذيك الفتاحات يتم سدها يمكن ما تصرب المياه يصرب الصحي الشهر الطريق اللي إن شاء الله بتعدل وهذا جهده كبير قائمة بها الدولة من أجل تحسين كي يقل توجه مدينة الوصول لحقا أنه كانت تعاني من وضعية ما هي جيدة فيها فتحة المطار يحصل فيها ياسم لما تنشل حركة تأذى الناس من تطاير الطين والأمور اللي مهلم ما هي يا الله هذا كامل يطلب الجهات المعنية بهذه العملية أنها تسرع من عملها سابي جنافة الخريف اللي نتوقع السنة وعود خريفة ما أتركيها السنة الماضية ويبلغ طول المحاور الطرقية المشيدة على خط مسار قنوات الصرف الصحي 17 كيلو مترا ويتطلب تفريغها وإحكام غلقها بعد ذلك نحو شهر هذه الشبكة اللي نشتقل عليها زايد على 17 كيل في العاصمة فيها الخطوط المتعلقة بالطرق كيلين و 500 متعلقة بالطرق اللي موحول فيها حالا والباقي في المدينة الأخرى وإذا كامل بعد كامل معدل في البرنامج بالنسبة للتنظيف دوري فوت تقريبا نهاية رمضان دوري يوفى فهم عمليتين فهم عملية تنظيف هذه المجاري وفهم عملية غلق هذه المجاري إن العمليتين لا بد تنظيف عملية قد تعدل العملية لأخرى وخلال هذه الجولة ذكر والد ترارزا القائمين على الأشغال بضرورة الأخذ بالحسبان لموسم الخريف الذي أصبح على الأبواب ويشكله الآخر تحديا يحسب له حسابه في عرقلة نسغي الأشغال من جهة وإضاعة حجم هائل من العمل لم يبلغ تمامه من جهة أخرى اعتمدت اللجنة الجهوية للأمن بولاة داخرة نواذيبو خطة أمنية مع بداية شهر رمضان من أجل استثباب الأمن والسكينة في مدينة نواذيبو خلال شهر رمضان حيث تستقطب عدادا كبير من الصائمين وقد باشر والد داخرة نواذيبو في وقت متأخر من ليلة البارحة عمل الفرق الأمنية وتموقعها في أحياء المدينة تشكل مدينة نواذيبو خلال شهر رمضان وجهة مفضلة للصائمين من مختلف أنحاء الوطن بحكم مناخها الساحلي وجوها البارد هذه الوضعية تتسبب عادة في زحمة خانقة بشوارع المدينة خصوصا في ليالي رمضان وهو ما يفتح الباب لأصحاب الشغب والتلصص ولرفع هذه التحديات اعتمدت اللجنة الجهوية للأمن برئاسة والي ولاية داخرة نواذيبو السيد ماحو الحامد خطة أمنية مع بداية اليوم الأول من رمضان مكنت من استباب الأمن والسكينة في مختلف أحياء المدينة وأتاحت الفرصة للصائمين بالتريض وانسيابية الحركة الليلية بأمان دون تسجيل اعتداء أو سرقة إلى حد الساعة وقد كانت الأجهزة الأمنية والعسكرية في كامل الجائزية لتطبيق هذه الخطة الأمنية حيث ركزت على الشوارع وملتقيات الطرق والأسواق والأروقة الضيقة والمظلمة وقد كشفت زيارة والي الولايات للفرق الأمنية عن مستوى جائزية كل القطاعات الأمنية في تطبيق أبعاد هذه الخطة حنا كنا في جولة شو مستوى تطبيق خطة الأمنية اللي وضعت اللجنة الجهوية على مستوى المدينة إياك تأمنها طيلة شهر رمضان المبارك ولاحظنا عن القطاعات الأمنية اللي تم توزيعها عنها المسؤولين اللي عليها عنهم تقضي جميع الجراءات الكفيلة بتأمين الأحياء اللي داخلها في كل القطاعات رغم وجود مناطق والله أحياء ناقصة فيهم لنارة العمومية وفتنا إصدرنا التعليمات للجهات المعنية عنها تتأخذ لجراءات الكفيلة من ذيك النواقص أنها ترسد وعلى كل حال هاي الخطة أنتم تعرفوا طبيعتها رمضان وعن الناس تكثر فيها حركتها وعن الشهر المبارك عن فيها الناس تعدل رياضة وتصلي التراويح وتتحرك طيلة الليل كامل احنا اخترنا نواقب ذاك إياك موفر جو مناسب للصائمين وإياك تعود المدينة فيها هدوء تام وتعود خدمة الأمن موجودة وقريبة الناس كامل بها الأساسية لا سيما في هذا الشهر المبارك وفي ظل هذه الإشراءات الأمنية يعيش سكان مدينة نواديبو ليالي رمضان في جو من الطمانينة والهدوء والسكينة واستلهام المعاني السامية لهذا الشهر الفضيل نواديبو لبات المداح الموريتانية ترأى الساوالي جيد ماغا صباح اليوم بقاعة الاجتماعات بمباني الولاية اجتماعا بالفاعلين الاقتصاديين المحليين وقد ضم هذا الاجتماع إضافة إلى السلطات الإدارية والأمنية والبندوب الشهوي لقطاع التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة عددا من ممثل روابط الجزارين وتجار الجملة وأصحاب المخابز وتجار المواشي ويهدف هذا الاجتماع إلى متابعة وضعية المواد الغذائية وضرورة احترام قوائم الأسعار المتفق عليها خاصة خلال شهر رمضان المبارك وأكد وليقي دماغا خلال هذا الاجتماع على ضرورة احترام الأسعار المحددة والعمل على توفير كافة المواد الغذائية الأساسية وجعل أسعارها مطابقة للالتزامات السابقة كيف تعرفوا نحن في شهر مبارك شهر رحمة شهر تآخي شهر إنفاق وبالتالي نختاركم ذلك الأسعار تثبت كما هي ويحافظ عليها في كل الزمان وخاصة في زمان رمضان كمان أيضا مملي توفير المواد ولله الحمد زيارتنا اللي عدلنا سابقة بداية رمضان للسوق لاحظنا على المواد كاملة لأنها متوفرة المواد متوفرة في السوق بالتالي ما فهم نقص فيها لكن حثوكم أعلنكم يا الله كامل تحترم السعر المحدد وخاصة بالنسبة لللحوم وبالنسبة لللحوم البيضاء ذيك الأسعار لها يا الله لا تحترم ذيك الأسعار اللي بسعر المقاطعة سواء كانت لللحوم الحمراء سواء كانت لللحوم البيضاء يا الله تعود كاملة لا تحترم في هذا وتحترم الأسعار كاملة بالنسبة لهذا وتوفر للصائم من أجل يسعاده احتضنت قاعة الاجتماعات بولاية تير الزمون اجتماعا ترأسه وللولاية السيد محمد المختار العبدي يهدف الاجتماع إلى مناقشة أفاق تدخلات الاجتماعي لصالح الأسر المتعففة وذلك بعد إعداد الولاية لقاعدة بيانات تشمل إحصاء شاملا للأسر المتعففة في مدينة سولاد وتصنيفها حسب مستوى الحاجة للاستفادة بشفافية تامة من التدخلات الحكومية وآخرها من التدخلات المواجهة للأسر المتعففة وخلال اجتماع قدم الوالي الشكر لكل المساهمين في إنجاح هذا الإحصاء مؤكدا أنه سيشمل في مرحلة لاحقة مقاطعتي بيروم وغرين وفديرك وفي سياق آخر تابع الحضور عرضا عن الشباك الموحد في الولاية والمنفذ من طرف وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرانة الإدارة قدمه مستشار والي تيرزامور المكلف بشؤون الإدارية والقانونية السيد الشيخ التجاني نيانج ويهدفها الشباك إلى تنظيم العمل الإداري اليومي بشكل جيد وتحدث رئيس المنتدى الجهوي لمنظمات المجتمع المدني بولاية تيرزامور في تصريح له عن أهمية إنشاء قاعدة للبيانات الخاصة بالأسر المتعففة في هذه الولاية المنتدى الجهوي لمنظمات المجتمع المدني على مستوى لأي تيرزامور كان قائم الشارف على مسح المقاطعة كان بتعاون مع السلطات الإدارية وخبراء ومهندسين كانوا الشارفين معنا على هذا المسح الذي حقيقة أهميته لأنه يعود لكن الناس كاملين منها عنده حق والله عنده أولوية ما يحتاج أنه يجي طلب لكن المسح يعود ثقائيا من الناس المستدفين يتمون نفسه وخالهم حسب الفئات الموجودة في البرنامج وهذا حقيقة عمل جيد نعرف بلنا على كل حالة عمل دائماً عدالها في نواقص وفرلين قدرهم قدر من الأسر اللي في كل فترة كانوا معدل فيها يقدروا ما كانوا هون وعلى كل حالة أي إنسان ما هو موجود في ذلك المسح من المستعدين من المنظاف انطلقت اليوم في مدينة النعمة عملية توزيع كميات من الأسماك ذاتي لشودة العالية منفذة من طرف الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك لصالح الفئات الهشة ضمن عملية رمضان العام 2023 تأتي هذه توزيعات المجانية في إطار الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لمساعدة طبقات الهشة خاصة خلال الشهر الكريم داخل مقر الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك بمدينة النعمة انطلقت عملية توزيع الأسماك مجانا للصالح الفئات الضعيفة ضمن عملية رمضان للعام 2023 بولاية الحوض الشرقي وفي هذا الهطار أشرف الوالي المساعد لولاية الحوض الشرقي يصيد محفوظ حدامي نبوه الوالي بالإنابة رفقة السلطات الإدارية والمنتخبة والأمنية على توزيع كميات من الأسماك على بلديات النعمة العشر تتي هذه المكونة الثانية من نوعها لعملية رمضان في سياق الجهود المبدولة لمساعدة الفئات المتعففة خاصة خلال هذا الشر الكريم هذه المكونة تدخل في إطار البرنامج الحكومي لتعدل الدولة لمؤازرة ودعم الطبقات المتعففة لأقل دخل والهدف منها أساسا هو دعم هذه الطبقات على أنها تقدر شعيرت رمضان وتصوم في ظروف جيدة والهدف أيضا الثاني هو إدخال ثقافة مادة السمك على المنظومة الغذائية على ساكنة الولاية بدوره ممثل الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك بالنعمة أكد أن هذه العملية المجانية جاءت لتواكب الجهود التي تقوم به الشركة في مجال توزيع الأسماك بأسعار مدعومة وتشيع استلاك مادة السمك بالمناطق الشرقية بسم الله الرحمن الرحيم دائبت وزارة الصيد والاقتصاد البحرية عن طريق شركة الوطنية لتوزيع الأسماك على هذه التوزيعات المجانية من كل سنة على عموم التراب الوطني لأن هذه السنة تتميز عن سنوات الماضية بزيادة سنوات الماضية كانت 200 طن على مستوى التراب الوطني وهذه السنة عدت 220 طن موزعة مجانا بالرغم عن توزيعات مجانية على مستوى الولاية يوميا حوالي توزع يوميا حوالي 1500 كيل يوميا على مستوى الولاية لم وزع على 47 نقطة على مستوى الولاية وهذه العملة تستهدف دائما لطباقة الهشة ولمساعدة في هذا الشهر الفضيل أما المستفيدون فقد ذمنوا هذه التوزيعات التي جاءت في وقتها توزيع زين عندنا حتى استفدنا منه ماشاء الله في عملي ومعدنا ماشاء الله تبارك الله بذلك الشارع الفضيل ماشاء الله شاكر كان مفصول فيه مفصول فيه ومشانا الحمد لله وقد سمعنا على أي حالة زينة ماشاء الله رأنا شاكرين عليهم ومذمنينها التوزيع مفصول فيه لا كان مصيوب عنه العدد الشركة الوطنية التوزيع على اسماك رأنا شاكرين عليه وشاكرين عليه القيمين على التوزيع ومفصول فيه في هذا الشهر الفضيل للناس في الحقيقة فاصلة في أسر من العون وبذلك تستبيد ولاية الحوض الشرقي من كميات المعتبرة من الأسماك الجيدة العالية إن على مستوى نقاط البيع المفتوحة بأسعار مدعومة أو عملية رمضان الحالية الفاغولي الشيباني قناة الموريتانية مدينة النعمة تتواصل لليوم السادس على توالي من شهر رمضان المبارك الحملية الرمضانية الهادفة إلى توفير سلال غدائية بأسعار مدعومة لصالح طبقات الضعيفة واستفادت من العملية التي تنفذها مفوضية الأمن الغدائي حتى الآن على مستوى ولاية العصابة أسد من ألف أسره مئات الأسر من سكان ولاية العصابة يستفيدون من العملية الرمضانية للعام 2023 التي تتواصل في مدينة كيفا من خلال نقطتين على مستوى المدينة وتجري العملية بتنفيذ من مفوضية الأمن الغدائي لصالح الطبقات المتعاففة ضمن سياسة الدولة الهادفة إلى الرفع من المستوى المعيشي للمواطنين وتوفر العملية سلة غدائية متكاملة تضم الأرز والزيت والسكر والتمر والحليب المجفف والبصل والبطاطس والسمك بسعر مدعوم لصالح الفئات الضعيفة هذه العملية قامت بها الدولة في وقت مناسب وفصل المواطن وفي ظروف اللي كان فاصل فيها اللي هاي المواد تزيلوا الشيء لمدة رمضان يشراف عليه وتسييره يحتاج ياسر من الشفافية وياسر من العمل لأنها ولاية كاملة وفيها نقطتين بيع وجايتهم الناس من جميع المقاطعات والكمية اللي معطية لنهار قد ما تقضي ذاك يقير بعد مسجر طريقة شفافة ومحكمة وعبر المستفيدون من العملية عن شكرهم للسلطات العليا في البلد على هذه اللفتة التي تجسد اهتمام الدولة بالمواطنين والعناية بهم خاصة في هذا الشهر الكريم أنا شاكر رئيس الجمهوري اللي يعد من الانجاز ومن مساعدة المواطنين الضعاف وفاصلين فيه في الوقت فيه زجيبة من بمبيته وزجيبة من البصل وزجيبة من مارو 25 كيلو 25 كيلو من السكر وبيضون 5 لترات من دلوير وكيلو من التماء ودرت كيلوها من السرية استدمت حصتي ومشيت الحمد لله بالسلام الحمد لله استفادت حاليا من العملية قرابة ألف أسرة على مستوى الولاية وتأتي هذه الخطوة الاجتماعية ضمن تدخلات الدولة خلال الشهر رمضان المبارك لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتوجير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة الشيخ الحميد الموريتانية مدينة كيفا وعلى مستوى مدينة أطار تتواصل منذ بداية الشهر الكريم عملية رمضان التي تسعى من خلالها الدولة إلى مؤسرة المواطنين الأقل دخلا وتشهد نقطة التوزيع المخصصة لهذه العملية إقبالا من طرف المواطنين في ظل خطة تنظيمية وضعتها السلطات المحلية لضمان الوصول إلى المستهدفين بها إقبال متواصل من المواطنين على نقطة التوزيع المركزية لمفوضية الأمن الغذائي بأطار عاصمة ولاية أدران وذلك في إطار عملية رمضان حيث يتمكن يوميا على مدى أربعة أيام في الأسبوع عشرات المواطنين من الحصول على الحصص الغذائية بأسعار مخفضة العملية كانت محل إشادة وتثمين من المستفيدين من حيث تنوع وجودة موادها ومناسبتها للقدرة الشرعية السلطات الإدارية اتبعت خطة للتوزيع تعتمد نظام المحاصصة بين الأحياء مع مراعاة معايير الهشاشة والحجم السكاني للحي هذا النظام رواية واضحة كل راعيس حي عنده عشرة الواقج يقبالهم منها من أختي أضعف الضعف عنده يقبالهم من عشرة الواقج وعندهم لجنة مالية لجنة تحكين قاعدة هي اللي تفاصلوا كالواقج اللي هم أضعف الضعف هم مخلق على الاشتهاده فإياك نوصلوا كامل للحق ورواية هي أشبه شي خالق قدت وعد الرعية بيها اللي المواطن ما قط اشتفاد منه كانت عنده مدن هيمنا عليه البوتيك وواحدة فيها لا بيع والتجار وترنقل والرابعة وترنقل والساتة وترنقل العاشرة يليل الصبح حتى أنا عادت تبيع الرنق من اللي يقعد واحدة منها في الرنق ولا يجبرش يبال الرنق ويبيع الواحدة واخر بخمس هلاء هذه الخطة اللي خلق أطارك يعني بالنسبة ليانا خطة خطة زينة ومتفيد منها المواطنين الأكثر من الماضي لأن في شهر الماضي كان يجي لدار الشباب كنا نجبر عليه ياسر من الرنق وياسر من المسائل والناس ما استفاد ما تزال عملية رمضان التي انطلقت مع بدايات الشهر الكريم على مستوى مقاطعة أطار المركزية تسير في ظروف سلسة مستهدفة محدود الدخل والفئات الهشة من المجتمع مساندة ومؤازرة لهم على مدى الشهر المبارك عبدالله الصوفي قناة الموليتانية مدينة أطار تشهد سوق مدينة جوجة انتعاشاً وحركية خلال شهر رمضان المبارك حيث تتوفر بها المواد الاستهلاكية الأساسية وتسهر البندوبية الشهوية لاتشار على مستوى المدينة في توفير المواد الغذائية والرقابة على شودة مواد واستقرار الأسعار مواد غذائية بشتى أنواعها في سوق مدينة جوجة لتغطية الطلب معروضة للزبون بوفرة تشمل مواد مستهلكة أكثر في شهر رمضان وبأسعار مستقرة في سوق المركز الولاياتي الشيري له مقاطعة جوجة وجبنا فيها جولة فطلعنا على كيف لاحظت السوق نوعية البضاعة وتزود عندنا ملاحظة عامة ملاحظة لولا عنه كمية المعروض من البضاعة أنه الحمد لله زايد على الطلب وهذه ملاحظة تبرد أنفس المستهلك في زيادة العرض حالة صحية في السوق فملاحظة تتعلق بالأسعار عنها هذا هو شهرها الثاني ما فيها زيادة ولا تغيير بصفة عامة تمين السوق بالمواد الأساسية لمواكبة هذا الشهر جاء في الوقت المطلوب لضبان استقرار السوق وعدم المضاربة في الأسعار بش خالق ما شاء الله والبضايع مولي خالق والوع الماء خالق ما شاء الله والحال ما شاء الله زين تبارك الله ما شاء الله والاستقبال المواطني ما شاء الله زين مولي ما لاحظنا أي شيء يشتبارك الله وعطو الحمد لله يتبارك الله ورمضان زين إن شاء الله حال البضايع ما شاء الله ما هي صعبة كاملها سياني بمبوتيارها وسياني فصلها وسياني أي مواد كاملها كما يتوفروا سوق وكجوجة على اللحوم وبأسعار في المتناول الحامة هنا في السوق متوسطر حريص التجار في سوق مدينة يكجوجة على توفير السلع الخاصة بشهر رمضان لتلبية حاجات الساكنة وقت قدومها لتبضع واقتناء حاجاتها من السوق أحمد محمد الحافظ الموريتانية مدينة وكجوجة تشهد صلاة رياضية في مدينة كيهيدي تنظيم العديد من البطولات الرمضانية في كرة القدم وتعرف هذه البطولات ومشاركة العديد من الفراق التي تمثل مختلف أحياء المدينة نشاط رياضي مكثف بطولات تنظم احتفالا بشار رمضان مبارك وفي مختلف أحياء مدينة كيهيدي تشهد الملاعب إقبال عشرات الشباب لمزاولة رياضة كرة القدم داخل صلاة حتى ساعات متأخرة من الليل في جو تنافسي وأخوي ننظم ننظم رياضة 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 وفي مدينة وفي مدينة وفي مدينة وفي مدينة وفي مدينة شكر رئيس وفي مدينة في السيرة بروسو الحضور على المشاركة في هذه الندوة داعية جميع إلى اقتنام فرصة هذا الشهر المبارك لتزود بالعمل الصالح والثبات عليه وقد تمحورت مداخلات الحضور حول ضرورة التعاون على نشر السيرة النبوية الغراء ونشر ثقافة التآخي والمحبة بين المسلمين كما تخللت الندوة وصلاة مديحية ومسابقة في السيرة النبوية تم خلالها التقديم وشوائس رمسية على الفائزين فيها نبقى في موضوع سيرة خير الوراء عليه الصلاة والسلام حيث نظم الاتحاد الوطني لمداحة الرسول صلى الله عليه وسلم أمس مسابقة رمضانية للمدح بتعاون مع جمعية الشيخ اياه للشيخ الطالب والشيخ سعدبو بمناسبة شهر رمضان المبارك رئيس الاتحاد الوطني لمداحة الرسول صلى الله عليه وسلم الحسين والإبراهيم والبوب أكد أهمية هذه المسابقة في تحدث عن أخلاق وشمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم وتأطير المداحين وتذمين دورهم مؤكدا شكره لجمعية الشيخ اياه للشيخ الطالب والشيخ سعدبو والشيخ العز منت الشيخ اياه لكل ما قدموه من عطاء من أجل إجاع هذه المسابقة بدوره أكد المسؤول الإعلامي لجمعية الشيخ اياه الخيرية سيد صدام نونو على ضرورة نشر القيم الفاضلة من خلال القيام بأنشطة مديحية لتعريف بأخلاق خير البرية صلى الله عليه وسلم مؤكدا وقوف الجمعية إلى كل ما ينفع وقوفها إلى جانب كل ما ينفع الناس ويمكت في الأرض عفوا وتميزت هذه المسابقة بمشاركة أصوات معروفة صدحت بشمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم بات بالحديث عن شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم نأتي على ختام مسائيتنا لهذه الليلة مشاهد الإكرام تذكير بالعناوين رئيس الجمهورية يستقبل بالقصر الرئاسي بعذة من الأمم المتحدة برئاسة الممثلة الخاصة المساعدة للأمين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل وزير التشغيل والتكمين المهني يشترك بالملعب الأولمبي فنوكشوط على فتاح أعمال المتدى الوطني تعزيس ريادة الأعمال النسائية انطلاق أعمال برنامج الدعم الانتخابي خيار الشعب مشاركة ممثل الهيئات الوطنية والدولية المعنية بسير العملية الانتخابية بشاهدنا الكرام ختام مسائيتنا لهذه الليلة تقبل الله منا ومنكم الصيامة والقيام وضعف لنا ولكم الأجر تحية من نيوة من الزميلة باتة ومن باقي فريق العمل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر